تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت من ضبط خمسمائة واثنتين قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من مئة وستة عشر طن من المواد الغذائية وغير الغذائية خلال أربع وعشر ساعة هذا وضبطت وزارة الداخلية قرابة واحد وثلاثين طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط أكثر من خمسة وثمانين طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي كما تم ضبط سبعمائة وأربع وعشرين قضية في مجال قضايا المخابز من بينها مئة وثمان وتسعون قضية خبز ناقص الوزن ومئتا قضية خبز غير مطابق المواصفات كما تم ضبط ستة عشرة قضية بمضبطات بلغت أكثر من مائة واثنين وعشرين طن في مجال التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير ترجمة نانسي قنقر